طلاب الصفة الخامس الابتدائي مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الانجليزية درستاني هذا اليوم هو يونتو لسن ثري يونتو لسن ثري موضوع جدا حلو ممتع عندي ثنكس وي دو ايفري دي ثنكس وي دو ايفري دي هنا عندي ثنكس يعني اشياء ثنكس اشياء وي نحن دو نعملها ايفري كل دي يعني يوم اشياء نعملها كل يوم عندي هنا مجموعة من الصور مجموعة من الصور مجموعة من الصور عندي هنا مجموعة من الكلمات مجموعة من الافعال راح نوزع هاي الافعال تحت كل صورة وحسب اللي تناسبها عندي write the correct verbs under the pictures write أكتب the correct الصحيح verbs الأفعال under تحت the pictures تحت الصور عندي هذه مجموعة أفعال عندي الفعل الأول clean يعني ينظف wash clothes يعني يغسل ملابس عندي cook يطبخ watch TV watch TV وشاهد التلفاز عندي help my children help my children أساعد أطفالي help أساعد my children أطفالي see friends see friends see أرى friends أصدقائي يعني أرى أصدقائي عندي go shopping go shopping يعني أذهب go أذهب shopping للتسوق عندي هاي الأفعال بعد أن عرفنا معانيها راح نشوف كل الصورة ونخلي تحت هاي الصورة الفعل اللي ناسبها عندي الصورة picture number one the picture number one is this woman is cooking this woman is cooking إذن راح نبحث عن كلمة عن الفعل cook هذا هو يطبخ أو تطبخ نابض بالتحليل أمرأة هي cook عندي راح نكتب الفعل cook تحت الصورة عندي الصورة الأولى الأولى العفو هي أمرأة تطبخ يعني cook cook please write cook the second picture the second picture عندي الصورة الثانية أمرأة تشاهد التلفاز عندي جاي يشاهد التلفاز إحنا عرفنا معاني الأفعال راح نجي نشوف watch tv watch tv إذن هي إذن الفعل المناسب تحت الصورة الثانية هو هي العفو هو watch tv watch tv please write watch tv عندي the third picture الصورة الثالثة أم تساعد أبنائها في الكتابة والقراءة عندي هنا أخذنا help my children help my children راح أكتب تحت الصورة الثالثة الفعل help help وكملوا my children help my children write please help my children under the third picture عندي the fourth picture عندي الصورة الرابعة الصورة الرابعة تنظف البيت تنظيف إذن راح نشوف يا فعل كان ينظف yes the first the first verb الفعل الأول إذن هنا راح أكتب الفعل clean راح أكتب تحت الصورة الرابعة الفعل clean ضروري جدا نحفظ معاني هاي الأفعال حتى نعرف نستخدمها بشكل صحيح the fifth picture الصورة الخامسة تخسل ملابس إذن ياه من ياه من هاي الأفعال كانت تخسل الملابس عندي wash clothes wash clothes هنا راح أكتب number five عندي wash clothes تحت الصورة wash يعني تخسل clothes ملابس wash تخسل و clothes عندي ملابس please write wash clothes under the fifth picture عندي the sixth picture الصورة السادسة هي جلسة أصدقاء أصدقاء مجتمعين هنا عندي أصدقاء مجتمعين راح نجي معناتها نحتاج إلى see friends see friends see يعني ترى أو يرى friends أصدقاء إذن هنا راح نكتب see friends please write see friends under the sixth picture please see friends يعني ترى أصدقاء ترى الأصدقاء عندي صورة رقم ستة عندي number seven the last one آخر صورة عندي number seven عندي متسوقة هاي المرة متسوقة يعني رايحة تتسوق go shopping go shopping عندي تذهب للتسوق إذن راح نكتب go shopping تحت الصورة رقم سبعة go shopping please write go shopping under the seventh picture please عندي هنا حل إنتين من حل التمرين اللي من طينية راح أعيد مرة ثانية قراءة الأفعال وأذكر معاني أيضا رجاء لازم نضبط معاني هاي الأفعال اللي نحن نستفاد نستفاد من عدها clean clean ينظف wash clothes wash clothes يعني wash تغسل clothes ملابس cook cook تطبخ أو يطبخ watch tv tv يعني تلفاز تلفزيون watch تشاهد عندي help my children help my children help تساعد my children أساعد أطفالي my children أطفالي see friends see friends see يرى أو ترى friends أصدقاء أو أصدقائه go shopping go shopping go يذهب أو تذهب shopping للتسوق go shopping تذهب للتسوق لهنا وانتهى درسنا لهذا اليوم موضوع جدا بسيط وأيضا ممتع أتمنى أن تكونوا استفاديتوا وإلى اللقاء في درس قادم